الشيخ محمود عبد الحاكم يقال عنه بأنه ما أخدش حقه ما بين قراء جيله الذهبي لأنه كان منعزل ما كانش بيميل إلى الاختلاط والتفاعل زي غيره وكان بيحب يكون بعيد عن الأضواء هل فعلاً دي كانت مواصفات شخصيته أو ده كان في شخصيته؟ الشيخ أولاً كان زاهداً والزاهد الدنيا في إيده ومش في قلبه فلما على فكرة الزاهد الدنيا لازم تكون في إيده مش في قلبه فإذا كانت الدنيا مش في إيده يبقى زاهد في إيده ما هم عندهش حجاز ما هم عنده مع الله وما الزاهد في إيه يعني زاهد ده يبقى فقير مش أو معدن لكن الزاهد المزيئة بتاعته إن الدنيا في إيده بس مش في قلبه ولذلك في مواقف كثيرة تدل على معنى هذا الزهد من ضمن هذه المواقف إنه كان ياخد الأجر بتاع الليلة بعد أن احترف القراءة وحطه جيد ودي مزيئة كانت موجودة في أشراف جرجة أشراف جرجة كانوا لا يعدون النقود في الزمن الأول ده ياخد الحاجة ويرضى بمن قسم الله طب ما يمكن زيادة 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 أنا مش دعوة أنا ما عدتهمش هو اللي عدوهم اللي دفع هو اللي دفع هو فأخدهم ويحطهم في جيبه مرة بيقول محمود السعداني مات محمد عبد القدوس أبو إحسان عبد القدوس الله يرحم الجميع محمد عبد القدوس مات فمحمود السعداني اتصل بواحد شيخ وقال له عايزين تيجي تقرأ في الليلة بتاعت محمد عبد القدوس قال له طيب والله أنا طالب كذا وابعتهمني في البيت الأول ولو ما بعتهمش أنا مش جاي قال له طيب منشكرين حضر هيكونوا عندك على طول إن شاء الله قبل المغرب فاتصل بالشيخ محمود عبد الحكم قال له يا شيخ محمود عندنا ميدا قال له فين ما قالوش مين اه مش مين ولا مين ولا كام ولا ايه قال له فين ديني العنوان ديك هت قالت بعتولي عربية والمبلغ قد كذا ومش عارف ايه ده على طول قال ايه فين عشان يهمه ييجي يعني ما قالت فقال له العنوان قال له طيب والغاية دي رأتي ما عرفش هو فلما وصل الميتم اكتشف انه ده ميتم محمد عبد القدوس رحمه الله تعالى أمين فأرى وأن بن لازمه كده وبعدين جم يأطوله ما تيسر من المال جزاء الاحتباس اللي هو محتبس ده هو فأبى مرديش وزي ما الامور بتتب اربعة واربعين نال الاعتماد يعني ما كانش برضه في باله ان هو لازم يروح ويلح وبتاع لا اربعة واربعين الف تسعمائة اربعة واربعين نال لما نال هذا الدنيا سمعته بقى في الشرق والغرب مظبوط فبقى مطلوب خاصة في منطقة الخليج سجل للكويت ختمة كاملة سجل ختمة كاملة للكويت وده من توفيق الله سبحانه وتعالى الطريقة بتاعته توافق طريقة القراءة في السعودية في المدرسة المصرية ثارية لدرجة انه يؤخذ منها لكل احد اكيد تروح المغرب يقولك ورشة عن نافع تروح ليبيا يقولك قالون عن نافع تروح افريقيا يقولك حمزة وخلف عن حمزة تروح الدوري المدرسة المصرية قرأت بكل القراءات اللي هم عشر قراء وكل قارئ له راويان يبقى عشرين راوي عشرين امر من الاقمار يسموه الشموس والاقمار ادوا هذا احنا بقى في مصر كله ده ولذلك فتحنا حاجة اسمها معهد القراءات معهد القراءات ده هو زما فتح في الاربعينات من اللي درس فيه الشيخ عبد العزيز الصحار عبد الفتاح القاضي كان عميد المعهد الشيخ اسماعيل الهامداني الشيخ عبد العزيز الزيات الشيخ عامر بن عثمان وهكذا وكان لابد ان يكون معك سندا كان كل على فكرة احنا السنة ده اول مرة نتكلم فيه مع الشيخ محمود عبد الحكم كلهم كان معهم اجازة بالقراءة وبالاقراء اه الفرق بانا ابن القراءة هو يقرأ ويعلم الناس تقرأ مظبوط اه فده كان شأن الشيخ محمود عبد الحكم بيعطينا مذاق اخر لدولة التلاو فالدكتور سنة 65 بقى من بين الرحلات اللي قام بيها كانت رحلة للجزائر ويقال ان الشيخ محمود عبد الحكم رحمه الله كان تعرض لحادث وكان هو الوحيد اللي نجا منه وتالي من بعدها اثر في حياته عاش بعتها يمكن 17 سنة متأثر بالموقف ده ومش عزي فتكره وزر الاوقاف هناك استدعاه راح عمل وحدثة كل من كان معه بعد كده وعرف ان هما انتقلوا وهو قعد هناك ثلاث شهور ولكن هذه الحادثة حصلت قبل وفاته ب 17 سنة نجا منها باذن الله وكتب له عمر جديد زي ما بيقوله وكان هذه الحادثة سبب دائم في تظاهر صحته الى ان انتقل سنة 82 الحادثة حصلت قبل هذا ب 17 سنة بس 17 سنة كانوا متعبين وكانت له علاقة مع الشيخ محمد صديق من شاوي الولدين اتجاوزوا البنتين فده اللي كانت العلاقة الناس اللي بينهم وكانوا يحبوا بعض وبعدين هما قريبين من بعض بقى صعيد مزبوط رضي الله عن الصعيد امين يا رب وعن البحر وبحر يا فاتم اصلا صعيدي فيعني بندعي بلينا جزء طيب من الدوع ان شاء الله الله يخلى حضرتك اشتركوا في القناة